أتمنى كمان ليه طلب صغير معرفش يتم إزاي معرفش يتم إزاي طلب صغير أرجو أرجو لأن احنا عندنا مشكلة معلش محدش يزعل والله محد يزعل آسف يعني فوق الأسطح بيوتنا عندنا مشكلة كلنا عندنا مشكلة احنا كل حاجات نروح ايه حطنا بفوق الأسطح أسطح البيوت فأتمنى من أهلينا اللي هو من أول التحرير لحد الفصات أنتوا من نفسكم محدش أنا اللي بطلبه كل واحد بيته عليه حاجات الفترة دي شلوها أو اليوم ده شلوها ونعد اليوم ورجعوها تاني عندش مشكلة بس أنا عايز يوم 3 إبريل ويتم التصوير من الجو لأن العالم كله هيشوفك مش عايز يبقى لا أنا عايز صورة وصورة بلدنا دايما محترمة ومنتازة بس أنا بقول لو حدي من حضراتكم حاطت حاجات فوق السطح ينزلوها يوم قبل 3 إبريل عشان الأسطح تبقى جميلة كمان لأنه هيبقى تصوير بادئ من التحرير كل المصار البيوت كلها طلعة والأسطح طلعة والعمارات طلعة والفنادق طلعة والنيل طالعة والطرق وكل كل كل طالع فأرجوكو يعني أتمنى من حضراتكم عشان كمان ما بقاش مطلع كده رجاء رجاء فلما أنا بقول كده طلبي لأن صورة مصر العالم كله بقول لحضراتكم هيكون هذا اليوم منتظر وإحنا الحمد لله هنعمل إن شاء الله احتفالية جمدة جدا جدا وكون معنا دكتور رحمة غنيم دلوقتي يشرح لنا كمان جانب من استعداداتنا واحتفالاتنا ولكن رجاء من كل مواطن مصار الموكب من أول التحرير حتى الحضارة عمارات بيوت لو سمحتوا لو سمحتوا مش عايز حاجة على بيت أي حد يوم 3 إبريل أنا عايزة بيوت كلها النقل اللي بيتمي للعالم شايفين مصر الصورة اللي احنا نتمنها حضراتكم تحبوا بلدكم فعايزين صورة بلدكم تبقى كده اللي احنا نتمنها وعايزينها